السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله سوف نصابه طارتة كجواعرة ما دق وشكل طارتة ديال اللوز والخوخ معلب كانحتاجو 250 جرام ديال فورس كانحتاجو 8 جرام ديال سكر غلاسي سبيسيال كانحتاجو 150 جرام ديال زبدة ديال العبار بحرارة المطبخ وقبيصة ديال الملحة وبالنسبة للحشوة كانحتاجو 100 جرام ديال زبدة عادية 100 جرام ديال اللوز اللي كانت طحنوه غبرة كيولي لنا غبرة وعدنا 100 جرام ديال السكر غلاسي عدنا 10 جرام ديال النشا وعدنا بيضة وعدنا النباج ها هو وعدنا اللوز ايفيلي للتزيين صبحوا لي عندي الصوت شوية مدع دع ضربني البرد وعدنا الخوخ معلب للتزيين تاوه كانحتاجو الزبدة وعدنا 150 جرام ديال الزبدة ديال العبار بحرارة المطبخ كانخدموها بيضة نمزيان معدك السكر غلاسي 80 جرام ديال السكر غلاسي كانخدموها تكتبو اللي بحلبة وكانديرو قبيصة ديال الملحة انا الملحة دارتها ديجا مع الفورس كانخدموها بحلاكة وهديك 250 جرام ديال الفورس كانقنزيدو نغمال مو كانعبروها وكانحطوها قدامنا وكانقنزيدو شوية بشوية على حسب الفورس وكان الفورس اللي كيشرب وكان الفورس اللي ما كيشربش الفورس اللي كيشرب الزبدة كيجينة هوها دا كل ما كيشربش كانتشيطنا شوية ديال الفورس المهم حنا اللي كانت تحكموا ما اللي كانتشوفو العجينة تجمعت فيه ما تكونش قاسحة مطلوقة باش كنقدروا نطلقوها في المول عدنا المول دائري كاندهنوه بالزبدة وكانخبروه بالفورس وكانتلقوها كبس بعاننا مزيان هي ركا تكون سهلة حتي يبحى البومادة هذي لابات سابلي لابات سابلي فيها 150 جرام ديال الزبدة كيما اقول لكم وما كاملاش 250 جرام ديال الفورس هذيك 250 جرام اللي عبرنا رشيطنا منا حيث ما بقيناش محتاجه اللي اخدينا العبار اللي اللي بغينا احنا اما الى درتي الفورس والى ولا عدرتي الزبدة تقدر تصيد في اللخر كتجي قاسحة من اللي كان نكملوها كانتكوها هكا بالفورشيطة بحال هكا كلها وكانمشو نخدمو لفقص ديالنا اي العمارة ديالنا قلنا كانديرو 100 جرام ديال الزبدة مرخياته هي الزبدة ديال العبار وكانزيدو عليها 100 جرام ديال السكر وكانخدموها مزيان بيدينا نخدموها تهيئة تتولي بوماد هاي من اللي كانجي بدوه بكريمان تلاجة كنقدرون نخدموها بلما اتمحنا زدنا علي هاداك اللوز 100 جرام ديال اللوز اللي عبرناها وطحناها مزيان توليت غبرة هاد لاطقت كتجيز بينا بزيف احنا زدنا ديك 80 جرام ديال نشا اي ما يزينا كنخلطوه مزيان هاديرا كتجي في المادة قدير بحد ديال الباتيسريات كتجي وعلا بزيف انا صابتها مرارا وتكرارا كتجيزوينة وكاندلو ديك البيضة وكنخلطو كنخلطو العراس الكو اللي غير بصبعنا هكا حتى كنت جالس هاي شو الكريمة كيوليت ديال اللوز هادي الكريمة ديال اللوز كنخلطوها فوق ديك لابات اللي خدمنا صابلي وكنصرحوها مزيان بحل هكا غير بشوية غير بالقاعدة باش كتجينا مزيانة ما كنخلي بتحجة في ديك جبانة اللي عدنا هكا كنصرحوها مزيان على خطرنا كنصرحوها مزيان باش كتتاخد فورما وحدة ما كتكونش يجيها طالعة و جيها هوادة احنا صرحناها مزيان وده بغا ديالو لها تزيين نهائي باش ندخلوها الفران قلنا عدنا حك ديال خوخ معلب اللي كان عندكم الخوخ ولا المشمش انا كنفضل الخوخ كنقطعوه بحال هكا رقيق شرائح وكنستفو فوق منا شليخة 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 بحال هكا تريف شبعة تريف غير هكا بالقاعدة وخصنا نكونو عدنا الصبر احنا كمناها كلها وده بك نلوحو فوق منا دك اللوز ايفيلي اللوز ايفيلي هكا وإلا كانوا عدنا شي فراغات ديال الخوخ إلا كان شي بلاسة خوية كنزيد ونعمرها باللوز ها هي كمناها كلها ثم ندخلوها الفران على حرارة معتديلة ها هي ضخناها طابت لينام اللي كانت تحمر اللوز من الفوخ كنعرفوا لابطل تحت طابت اللوز اللي الواسط رديجة طيب ومن بعد كنزوقوها بالنباش ذاك النباش كي خليلها وحد البريون زوين هذا كي خليلها البريون وكي خليها تجي ارتباء من الفوق يأصلة ارتباء من الداخل حي تصابلي والفخص ديال اللوز كتجي واعرا وزوينة قلت ليكم ارها غزالة 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 كندلو النباش وكنخليوها تبرد وكنقدموها بصحة ورحة وشكرا على المتابعة ما تنسوش من لايك والبارتاش وابوني وشكرا